شاركت سعدة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة في مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة وقد افتتح الجلسة معاليا سيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا أهمية هذه القمة والتي ستكون بمثابة فرصة حاسمة لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم التحديات التي تواجه العالم لتحقيقها وألقى معاليا السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كلمة استعرض فيها التحديات العميقة والانقسام الذي يشهده العالم الأمر الذي يشكل تحدي للأمم المتحدة مؤكدا ضرورة وضع خطة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة وتصدي للتهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ كما تم خلال القمة اعتماد الإعلان السياسي والذي يؤكد على الالتزام بالتنفيذ الفعال لخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها ويقر بأن القضاء على الفقر هو التحدي العالمي الأكبر وبأن تغير المناخ يشكل تحديا كبيرا مسيرة مملكة البحرين التنموية مسيرة حافلة تزخر بالمبادرات الخلاقة والفرص المتجددة التي أسست لواقع تنموي مزدهر ينعم به شباب البحرين في مختلف القطاعات وذلك وفق خطط استراتيجية طموحة هدفت لتحقيق أعلى درجات التقدم والتطوير التنموي المستدام في مختلف مناحي الحياة وهو ما أهل المملكة لتكون حاضرة دائما ومبادرة في التفاعل مع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدعم وتوجيه رسمي مستمر لتكون المملكة في مصاف دول العالم الفاعلة في هذا المجال المحوري الجهود الدولية في مجال التنمية المستدامة سعت ولا تزال لتحقيق 17 هدفا واضحا ودقيقا وسعيا لإيصالها وإيضاحها لمختلف مجتمعات وشعوب العالم عقد عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى بمشاركات حكومية وأهلية ومجتمعية واسعة أبرزها مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة والذي عقد هذا العام على همش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة والذي حضرته مملكة البحرين بوفد ترأسته سعادة وزيرة التنمية المستدامة إيمانا من المملكة بدور هذه الجهود الدولية الطموحة في تحقيق رسالتها وأهدافها النبيلة إذ أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في صياغة الخطوط العريضة والخطط والبرامج للدول ومتابعة تنفيذها للأهداف مملكة البحرين وعلى مدى عدة سنوات عملت على تطوير مفهوم التنمية والتنمية المستدامة في المجتمع البحريني وقدمت عشرات البرامج والمبادرات التوعوية الناجعة التي وضعت الأساس الثقافي والاجتماعي والحكومي الملائم لتسهيل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ومن أبرزها تخصيص وزارة للتنمية المستدامة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج التنموية المرتبطة بالمجالات التعليمية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات الحيوية المهمة لتسير بها البحرين على خطا ثابتة بالتوازي مع جهود مختلف دول العالم في تحقيق تلك الأهداف بعزيمة عالية وطموح كبير يتخطى كل التحديات والمصاعب التي تواجه دول العالم ترجمة نانسي قنقر